شخصية قوية الشخصية هي مجموعة صفات جسدية ونفسية موروثة ومكتسبة بالإضافة إلى العادات والتقاليد والقيم والعواطف وتفاعلها فيما بينها كل واحد ينولد عنده مجموعة طباع شخصية مميزة وهناك شخصية قوية وأخرى ضعيفة شون تكون شخصية قوية؟ لازم تكون عندك مقدرة على التحكم على الغريزة والتحكم في كل الإغراءات طوال الوقت تحرر من تحيزك العقلي تعاطف مع كل الناس تسامح مع الكل التسامح أبد ما كان ضعف التسامح مصدر قوة العفو عند المقدرة دور على الحقيقة شخصية قوية تدرس كل شي بالعقل بلا تحيزات صاحب الشخصية القوية يحل المشاكل باستخدام الأدلة والإثباتات المنطقية والواقعية بدل من التفاهات والفوضى لا تكون لا متشائم ولا متفائل إنما تكون قيادي عدن نفسك العدة في مواجهة الأسوأ ارضب اللي عندك حتى لو ما كان عندك غير الصحة فكرة إنه سعاتي موجودة في مكان ثاني ما يجيب لك غير التعاسع لا تفرض إرادتك على أحد ولا تسمح الأحد يفرض إرادتك عليك خليك واعلي فكرة إنه الناس موسوى اللي يفيدك مشرطي يفيد غيرك اختار طريقك ولا تهتم لكلام الآخرين ولا تدير بال للكلام اللي تسمعه أنت ما تقدر لا مو مناسب ما تعرف اتعلم تسوي الخير وتجنب الشر حاول دائما تعيش بسلام ودور عليه ولا تخلي سعيك لتحقيق أهدافك يخليك تدوس على الآخرين وخلي سعيك لأهدافك لفائدتك وفائدة اللي محيطين بيك خليك معتدل لأنه التطرف في أي اتجاه مو بصالحك التطرف هو ضعف شخصية التطرف يعمل عين والعقل والقلب ودائما يتسبب بخسار حافظ على الهدوء الهدوء يخليك تركز ويخليك تحول أي موقف مشتعل إلى اتجاه أكثر إيجابيا الناس العصبية الصوتهم عالي ما عندهم شخصية قوية هم يصيحون لأن هم خايفين من جواهم وتلقاهم مليانين مشاكل عمر ما كانت القوة بالصياح والصوت العالي وقلة الهدوء لا تستسلم للقدر لا تبرر فشلك بأنه هذا نصيبي وقدري صاحب الشخصية القوية يرفض الوضع اللي ما عاج به رح يسوي طريقة بنفسه ويبني حياته بالرغم من كل المصاعب والمشاكل اللي يتواجهه خلي عندك صبر لتحقيق أهدافك من أهم عوامل الشخصية القوية هو عدم الاستسلام دائما خليك صادق انجح في كل مكان تروحه واعمل أقصى جهد واشتغل بضمير وخليه قدوة وتجنب الكسل ولازم تقدر وقت فراغك واستغل بإيجابية